فالراجل ده سعيب لي مفاجأة هنا. هي مفاجأة حيايا. نرد لومي المفاجأات بالنسبة لنا. كهرباء يجدد الوساطة للعودة الى نادي الزمالك ورد فريرة مفاجأة. كهرباء كان عايز يرجع للزمالك? بعد الكسة بتاعته بعد الكسة ان هو يرجع الايام اللي فاتت دي حصل تواصل تاني ما بين وكيل قهابة وما بين امين مقتضى. وبلغوا ان اللعيب تاني اا عنده يجع نادي الزمالك ومعندوش مشكلة لو نادي الزمالك يرجع. امين بلغوا القاعدة ما بين امير وفريرة. يعني في تبادل و الصفقات والكلام ده كله. امير قال لي فريرة. قال له فيه كذا كذا كذاو. المفاجأة في قادد فريرة. قال له ما عنديش مشكلة. ما عندي عنديش مشكلة يعني ايه. فريرة مقتنع بكهرباء فنيا الابعد مدى. وكهرباء مقنع wunderuchs مشكلة ان هو ريحش زمالك? وكهرباء موجد مشكلة خالص يعني ايه. مستعد. اه ايه الي الجع يعني اه هو مش مش مرتبط مع قائد الكهرباء. ما بالزبط. كهرباء مقيد في النادي الاهليه. حتى هذه اللحظة كهرباء مش من حق ان هو يلعب في النادي الاهليه. لان يتم دفع الغيارامة الخاصة باللعيب لنادي الزمالك. طول ما الغيارامة ما الدفعتش كهرباء مش هيلعب. كهرباء أما بلغ التكلم الوكيل بتاعه وقال לו ان انا كهرباء لحد دلوقتي مش متأكد م результат ان انادي الاهلي هيدفع الغيارامة. طالما ما بدفعتش انا مش هنزل الملعب فعنده احساس حتى قل وكيله كده انا عندي احساس ان الاهل في اي لحظة ممكن يستغنى عني تمام